هاني شاكر هاني شاكر وما يحبش يخسر أبدا يا كابل مصطفى هاني شاكر كان في الفترة دي بيشتغل بالليل في الشيرتون أيوة وكان معاده على المسرح يبقى دايماً الساعة 12 لا يفضل يلعب لحد ما عاد يزم يكسب فكان يجي يقولي طب بقولك ايه اطلع من الملعب وقف حكم وحسب ببنالتي داخل زي ملكوية كده اه دا حاجة اقوله تصدق ما انت هتقلش همش هتجيبها جون هو انت بتاع تلعب كرة أساساً بلك زي فعايز اقولك يعني كانت خفة الدم اللي موجودة وقع يعني قالت حاجة على فكرة اللعب الكرة واحنا معايدين كان بيلعب معانا أستاذنا الدكتور علي عجوة دا حاجة بقى وأستاذي وكان أستاذي دكتور علي عجوة وكان عميد الكلية برضو دكتور علي عجوة وكان الحكم زميل من زملاء المعضاية التدريس وكان أحد اللعيبة مسعد صالح مسعد اللي هو نقيب السينمائيين أو حاجة كده دكتور علي كنا بنلعب في ملعب الكرة المصطفى المدرجة بتاعته حجارة 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 أسمندية دكتور علي دخل في مسعد دا نبسه في الحيط زميلنا حجم حسابها من التع الولد للضرب قلت له يوصى بنا النفاق يا عدلي الله يرحمه كان اسم الدكتور عدلي رضا قلت له الله يرحم أكتور علي قلت له يرضي ربنا الدكتور علي يبقى كان حيواء حيفتح الوهد عايز أقولك الرياضة كابتا مصطفى مصدر فرحة مصدر بهجة انا بتعجب انا فهمنا الغلط انا بزعل قوي لما بنحول الكرة الى حرب مين قال كده لا يا كابت مصطفى لا خالص انت شافنا نظومة النادي الاهل ازاي دكتور لا استنى بس قبل ما نتكلم الدكتورة السورية كلمت في كذا حاجة من الحاجات المهمة وانت عاوصت لها ايه الاول عايز أقول لها حاول عارك على حاجة يمكن قبل ما عارك تجيب الدكتورة السورية انا قلت لك ايه من شوية قلت لك ان كان فينا شيء فيه من الجودة او التميز بيبقى سبب اسد زبنه نعم ده برضو هو امتداد لنفس القيمة امتداد لنفس القيمة اللي هو ايه انه التلميذ بيكن الاستاذه كل احترام اثر فيه طبعا او بصمة سبهة فيه طبعا يعني عايز اقول لك يا كابت مصطفى عايز اقول لك والله العطاء ان رضى عنه رب الارض والسماء ما بيش ربنا سبحانه وتعالك العمل عبادة العمل عبادة اتقي في شغلك انتقي ربنا وهو اللي هيكافأك بعد كده عايز اقول لك اه يمكن الدكتورة السرعة دي عملت حاجة بتعملها دوقتي اه انا الحقيقية برفع لها القبعة اللي هيك اول مبارح داخل الكلية لقيت العاملات العاملات بياخدوا دروس محوق امية على منافقة الكلية ما شاء الله السؤال هي المشك الاصر الايجابي اللي هيحدث في العاملات دول مش على مستوى شغلهم مستوى المجتمع على مستوى حياتهم والمجتمع وعلى المستوى المجتمع فعايز اقول لك دايما بيبقى فيه لما انت بتبص بص بقى لما بتستغي لما بتخلي منصبك منصبك ايا كان هذا المنصب لان اخو بالك كابت المصطفى جملة شهيرة الهالي رحمة الله عليه بقولها في كل مكان الدكتور عبد الملك عودة نعم كان عميدا لكلية الاعلام والاقتصاد ومع الدراسة الافريقية فوقت واحد ان شاء الله وكان رئيس الجامعة الملاك الراحل الدكتور ابراهيم بادران يا سلام يا سلام كان يقول له الطرع عبد الملك لو اشتكت حديك كليه ربعة ليه ليه اه الدكتور عبد الملك ده كان مكتبه في كلية الدكتور الصال في الدور الثالث احنا كنا مؤجرين الدور رابعة اقول لك احنا كنا زي المهاجرين كده انا زله انا وزميله واحنا معيدين بعكيك لسه بعبلنا يعني قاعدوا صدمين يومين وزراء مصرف لاختصاد والعلوم السياسية اللهم بقولكوا ايه اتجعلوا ورا انتقربت تموتوا تعايا سامي تعايا فولان بصص له قدام قال لي جملة قال لي سامي عبد العزيز تولي ايه قال لي جميع المناصب ايا كان المنصب وانت داخل مكتوب على افاك سابقا فيما عادة ان تكون استاذا او مبدعا او انسانا يا السلام قال لي حد يخده منك قال لي مين ياخد منك انك استاذيتك مين ياخد منك ابداعك وموهبتك انما المناصب كلها زائلة سابق رئيس جمهورية سابق هاتلي اي منصب اكتنصف مفوش كلمة سابق لا اله الا الله لا اله الا الله يعني فتعلمنا فتعلمنا الحكاية دي وهاللي بيزرع صح بيحصت عشان كده احنا حصاد اسد زدنا وبتقولك الدكتور سامي اه يعني اتعلمت على دي كل حاجة انت زرعت وهي وهو بتلاقي قدل الوقت الزرع بتاعك لا مو ده ربنا كتنصفة اذا ربنا انعم عليك بنعمة فلتقتسمها مع الاخرين نعم اه طيب نرجع تاني ونقول اللي هي قالت متخصص في الحتة بتاعت التسويق السياسي قلت التسويق انت قلت بتسوق من الصابونة للرئيس اه الكتاب ده كتنصفة انا يعني عملته بعد تجارب والدراسات اكتشفنا ايه الطريقة فعلا اللي بيتسوق بيها صابونة هي نفس الطريقة اللي ممكن تسوق بيها رئيس جمهورية تقول لازاي دكتور ساني يا طبعا هقول لك أوه سؤال هو لما انت بتيجى تسوق صابونة بتقول ايه؟ بتقول رغوتها عالية مم فانت عايز تقول لرئيس الدولة افكاره عالية يا صلاة بتقول صابونة رائحتها جميلة معناها ان السيرة الذاتية بتاعت هذا الرئيس شخصية عطرة مع اختلاف التشبيع لا لا تبعا تبعا نفس القواعد هي هي نفس قواعد تسويقك لصابونة أو لمكعب مرأة لا تختلف يعني انت عابس توصل المعلومة إزاي توصل المعلومة صح بالنسبة للناس إزاي تخلي الناس أو المجتمع إزاي ما تقبل على السلعة دي أو على المركة دي ها تقبل على هذا الشخص المرشح يعني الإعلان عن أي منتج مش صح يجيب نتيجة عكسية يجيب نتيجة عكسية لو بلغت في الوعود خب بالك نعم وروحت اشتريت المنتج وملقتش المزايا اللي تقلتلك فيه فيه هتشتري تاني ولا هاشتري ولا ها لا لسه بقى كمان وسوف تسيء إليه بالضبط بينما لو ما وعدتك به وجدته سوف تكون أنت سافيرا له لا أنا بصراحة أنا عايز أنا مش عاوز أسأل بس هي دي شغلت اللازم أسأل أنا عاوز أستمع بس كده لأن تبطول حاجات النهاردة بيكن بيش عيب إن راح دسة بيتعلم ويفضل الواحد لحد ما يموت هيتعلم على النهاردة بتعلم حاجات كتيرة جدا بلا وحاجات كتير لسه حاجات كتير قوي نقصاني إن أنا النهاردة أنا عاوز أسمعك أكتر وأكتر وأكتر والوقت معاك بيشو بيجري ولسه إحنا عندنا حاجات كتير قوي لكن هنطلع فاصل بسيط كده ونرجع نكمل تاني لأن أنا عندي لسه لسه هنتكلم بلا يخلي على المجتمع المصري وعلى الإعلام المصري وعلى المجتمع الرياضي وعلى الإعلام الرياضي وعلى حاجات كتير قوي هنأخذ فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجال اشتركوا في القناة